بسم الله الرحمن الرحيم الـ CBL ده بيتكلم عن Iron Deficiency Anemia Anemia نقص الحديد هو الده تعبارة عن كيس اللي حالة عندها Iron Deficiency Anemia وبعد كده بيتناقش بالـ Iron Deficiency Anemia احنا هنعكس الموضوع هنتكلم الأول عموما عن Iron Deficiency Anemia يعني ايه و ايه اسبابها و ايه هي الاعراض اللي بتظهر على عيان عنده أنيميا نقص حديد و ازاي اشخصه و ازاي عالجه وبعد كده نشوف الكيس اللي موجودة في الـ Data لو بصينا بقى على الاسم هنجيب منه تعريف Iron Deficiency Anemia كلمة أنيميا مقسومة نصين جزء اسمه أن معناها لك وإيميا يعني يعني عندي نقص في البلود بسبب نقص الحديد دي كلمة Iron Deficiency Anemia يعني أنيميا معناها Lake of Blood طب يعني ايه Low Hemoglobin و Low Hematocrit بص أنا عندي الدم فيه RBCs اللي هي Red Blood Cells اللي هي قرات الدم الحمرة الـ RBCs دي بتحتوي على هيموجلوب الهيموجلوبين ده اللي بينقل الأكسوجين عشان يوصله للتشوز بالسيلز عشان تقوم بالفانكشن بتاعته وبرضه بياخد الثاني أكسيد الكربون بس ما علينا يبقى وظيفة الأكسية هي وأنه هيوصل لي الأكسوجين إيه للخلاية ده الهيموجلوبين طيب نمسك الهيموجلوبين بقى بيتكون من إيه بيتكون من جزء هيم وجزء جلوبين أنا جزء الهيم بتاعي ده بقى بيتكون من حديد وبروتوبورفرين ملناش دعو بالبروتوبورفرين ده الحديد ده لو قل قل الحديد هيقل الهيم هيقل الهيموجلوبين فهيقل إيه كمية تمام تمام ده كده كلمة طب يعني إيه كلمة معناها هي نسبة اللي موجودة في الدم طب ماشي أي بقى النسب بتاعتهم الهيموجلوبين و الهيموجلوبين عشان أقول إن العيان ده عنده أناميا لو الهيموجلوبين قل في الميلز عن 130 جرام بر لتر ولو قال عن 120 في الفيميلز طب بالهيماتوكريت لو قال عن 41 من 10 في الميلز ولو قال عن 48 من 100 41 من 100 في الميلز وال�38 من 100 في الفيميلز النسب دي ممكن بتغير من مصدر لمصدر تاني دي بس ايه احنا هنمشي عليها دلوقتي دي معلومة كانان في السلايد دي بتقول يعني بتعيش في جسمنا 120 يوم بعد كده بتتتاكل عن طريق الماكروفاجز اللي موجودة في الاسبليل يبقى الاسلايد دي عرف منها ايه اعرف منها ان كلمة Iron Deficiency أنيميا معناها Lake of Blood بسبب نقص الحديد ونسب الهيموجلوب ونسب الهيماتوكيتس واعرف ان الـ Life is Bain بتاع الـ RBCs هو 120 يوم طيب ايه بقى الـ Normal Cycle of Iron ايه اللي بيحصل الحديد في جسمي انا قلت الـ RBCs بتعيش 120 يوم بعد الـ 120 يوم بتتكسر الـ RBCs عن طريق الماكروفاجز اللي موجودة في الاسبليل ويطلع منها الحديد اللي هي كانت متكونة من الحديد هيروح فين هو كده هيروح طالع مرة تانية يروح طالع منها الحديد وينزل يروح بعد كده انا مش المصدر الوحيد للحديد في جسمي هو الـ RBCs اللي اتكسطرت لا فيه مصدرين كمان ايه هم يا اما نكون واخده اصلا واخد حديد عن طريق الفم يعني وبعد كده حصل له في الـ Entestine او الحديد ده كان متخزن في جسمي ولما احتاجته راح خرج من المغزن بتاعي يا اما الحاجة الثالثة اللي هي الكاتابوليزم في RBCs يبقى مصدر الحديد الثالثة يا اما ايرن اصلا انا اخدته في اكلي وحصل له امتصاص في الـ Entestine يا اما كان متخزن عندي وبعدين لما احتاجته خرج يا اما حصل يا اما طلع بسعب الكاتابوليزم اللي هو بتاع الـ RBCs طيب بعد ما الحديد طلع هيروح فين هيروح في البلازمة البلازمة هيمسك بقى في بروتين اسمه Transferrin يبقى كلمة Transferrin Trans يعني ينقل وفرين حديد يعني بينقل الحديد يعني البروتين اللي بينقل الحديد اسمه Transferrin يروح واخده مودي البون مرو عشان يصنعني ايه يصنعلي الهيموجلوب طب بعد ما صنعت فضل عندي كمية حديد هتروح فين هتروح متخزنة في الليفر في سورة في الريتين يبقى المهم في السلايد دي ان البروتين اللي بينقل الحديد اسمه Transferrin وشكل الحديد اللي متخزن في الجسم بتخزن في سورة في الريتين نيجي بقى لنقطة الابديوميولوجي يقولك ان انيميا نقص الحديد هي اشهر انواع الانيميا زي موستو كومن طايب اف انيمياز حوالي 12% من البيبيوليشن عندهم انيميا نقص حديد وبتبقى موجودة بكثرة في Third World Countries اللي هي دول عالم الثلاث زينا كده عشان البور كونديشنز وعشان احنا مش بناخد كمية حديد كفاية سواء كان في الاكل او سبليمينتس وكده اكتر افراد عرضة بقى ان هم يجي لهم انيميا نقص حديد لو معوضوش النقص ده هم وهنقول دلوقتي ليه في الاسباب الاسباب بقى الاسباب هم تلاتة كاتيجوري كبار وبعد كده كل واحد بيندرك تحته ايه اسبابه اول حاجة هو منطق انا لو ما خدتش حديد كفاية هيجي لي انيميا نقص حديد او يعني انا باخده بكمية كفاية بس بفقده بشكل كبير يعني او يعني انا في مرحلة بيبقى محتاجة فيها كميات اكبر من العادي فانا لو ما عوضتش الكميات دي لا هيجي لي انيميا نقص حديد نمسك واحدة واحدة بقى ايه اللي بيحصل يا اما عشان انا مش باكل اكل في حديد كفاية سواء كان بسبب ان انا يعني الطفل مفروض ان الطفل في فترة الرضاعة بياخد لبن الام طب هي اولا ما اخدش لبن امه وكانوا بيدولوا لبن بقى لي وقتها اللبن ده ببقى فيه نسبة الحديد قليلة فيبقى عنده نقص حديد او الفيجن والفيجيتريانز ضاعت يعني الناس اللي هي بيأكلوا دايما ما بيأكلوش لحوم بيأكلوا خضرات دايما في الناس الفيجن فنسبة الحديد في الخضرات وكده اقل بكتير من اللحوم فالناس دي هيجي لها او عرض اكتر ان هو هيجي لهم انيميا نقص حديد طيب مال ابزوربيتف كونديشن اللي هو المال ابزوربيشن اللي هو المشكلة في الامتصاص بدونوا دخول في تفاصيل السيليا كولكرونزي ديزيز دول بيعملوا مشاكل في الديودينام اللي هي اول جزء من السمول انتستل فده الجزء اللي بيحصل فيه امتصاص الحديد اصلا فلما الحتة دي يحصل فيها مشكلة امتصاص الحديد هيقل اخر حاجة هي الجستر انتستانال سيرجز بيعمدهم مشكلة في الجي اي تي في الجستر انتستانال تراكت بتاعهم والدكاترة بيضطروا ان هم يقصوا حتة من السمول انتستل فبيحصل نقص في الامتصاص يعني هو بياخد او حديد بس مش عارف يمتص تاني كاتيجوري معايا بقى هو انكريزيز اللص بفقد حديد بسبب هيمولوسز او هيموريج كلمة هيمولوسز يعني تكسير بتتكسر الاربيسيز احنا قلنا الاربيسيز الطبيعي انها بتحش 120 يوم بعد ان تتكسر لا هيمولوسز هنا بتتكسر بمعدل جامد اسمها انترافاسكولار هيمولوسي بسبب تي تي بي او دي اي سي مش لازم تفاصيل برضو كلمة تي تي بي معناها سورومبوتك سورومبوتك سورومبوتايتوبينك بيربرا والدي اي سي معناها دي ساميناتد انترافاسكولار كواجيوليش مش مهم المهم ان الاتنين دول بيحصل فيهم تكسير الاربيسيز بمعدل عالي فبيزيد اللص طب بالنسبة للهيموريج الهيموريج ده هو اشهر حاجة بتعمل لي اصلا ايرن ديفيشنسي انيميا واشهر انواع الهيموريج هو او كلمة مينورج يعني ايه الطبيعي ان البنات والستات بيجي لهم كل شهر بيريد بتفقد كمية من البلود والجسم بيعرف يعوض الفاغض ده عادي جدا طيب فيه ناس بقى بتبقى عندهم مشاكل بيزيد فيها نقص البلود ده اسمها مينوراجيا مينوراجيا يعني excessive blood loss بتفقد بلود كتير عن العادي تمام تمام ممكن افقد بلود ويحصل هيموريج بطرق تانية يعني غير المنسترويشن وكده اه عن طريق الجي اي تي بليدنج الجسترو انتستاينال بليد بيبقى ناس عندهم مشكلة في الجي اي تي زي مثلا بيبتك ألسر عندهم كرح في المعدة او كرح في الامعاء بيحصل منها نزيف مع الوقت يعمل لي اه iron deficiencies anemia ممكن كمان كولوريكتال كانسر عندهم كانسر في الكولون او في الريكتام برضو بيحصل فيه فقد في الدم او ممكن السيلية جديدة اللي احنا استاين متكلمين عنه ده يعمل لي برضو بليدنج عادي ماشي اي تاني اكيوت بلودلوس يعني اكيوت بلودلوس واحد عمل حدثة حدث جرح فقط كمية كبيرة من الدم مرة واحدة او نكمل يعني لو حد بينزف عن طريق النوز بشكل كرونيك يعني على فترة طويلة وكده ممكن مع الوقت او يجيله اخر حاجة هي لو حد عند مشكلة في اي مشكلة ممكن تخليه يفقد بلوده هو بتبقى نسبته قليلة جدا بس مع الوقت او بيعمل لي ايرن ديفيشنسي انيمي اخر الكاتيجوري معايا بقى هي انكريزي يوتالايزيشن وقلنا يعني انا في مرحلة بحتاج فيها كمية حديد زيادة انا لو ما عوضتهاش هيجيني ايرن ديفيشنسي انيمي زي البريجنانسي في البريجنانسي الست بتبقى مش بس بتاخد عموما اكل لنفسها لأ بتاخد كمان لنفسها وللبيبي اللي بيتكون فبرضو من الحاجات اللي محتاجة تاخدها بالزيادة هو الحديد وكمان فيتامين بي 12 فلو ما خدتهمش لا هيجيلها ايرن ديفيشنسي انيمي اخصان بقى لو هي ايه ملتبل بريجنانسي لو هي حملة وولدت اكتر من مرة طيب تانية حاجة هي يعني الاطفال بتبقى في مرحلة النمو بتاعتها بتبقى مرحلة نمو ويعني محتاجة كميات اكبر فلازم اديها حديد زيادة فلو ما خدش هيجيله ايرن ديفيشنسي انيمي يبقى تاني ايه اسباب الارن ديفيشنسي انيمي ثلاثة الكاتيجوريز كبار هي دكريز الانتيك وانكريز اللوس او انكريز اليوتاليزيشن دكريز الانتيك اما مش باخد حديد كفاية اصلا في الاكل اما عندي مشكلة في الامتصاص بتاعه سواء كان عندي ملب زوربيتف كونديشنز او انا شايلة حطة اصلا ايه من الامعاء طيب تاني حاجة انكريز اللوس فقط الدم عن طريق هيمولوسيز او عن طريق هيموريج قلنا اشهر حاجة الهيموريج واشهر انواع الهيموريج هو المينستيرويل هيموريج او المينستيرويشن اللي هي المينوراجي طيب ايه تاني في الهيموريج طيب الجسترونتستانيال بليدنج قلنا لوحد عنده بيبتك ألسر كولوريكتال كانسر او اكيوت بلاد لوس مثلا حكسة جرح كده او او بعد كده سواء كان اي حاجة بتعمل لي اخر الكاتيجوري هو سواء كان في او في مرحلة في الاطفال بعد كده ندخل بقى الاعراض اللي بتظهر على عيان عنده في حاجات عموما بتظهر على مرضى الانيميا وفي حاجات مخصصة ل العموما بيحسوا بفتيج لان قلنا ان الحديد لما يقل الهيموجلوبين هيقل فالهيموجلوبين هو اللي بيوصل لي الاكسوجين للخلايا فالاكسوجين رايح للخلايا قليل فالانسان حاسس بطول الوقت همدان وتعب مش قادر يعمل اي حاجة تانية حاجة بالور بالور يعني بال اللي هو فيه شحوب مفيش كفاية مفيش لونه شاحب بيبان بقى طبعا في اللبس وفي الكنجنجطايفة في الشفايف وفي الكنجنجطايفة بتاعت العين طيب بقى ثالت حاجة هي الموضوع بدأ يأثر على المخ من ثالتي بتاعته فبقى مش قادر يركز مش قادر يعمل اي حاجة ممكن برضو يجيله بريسينكوب او سينكوب يعني ايه بريسينكوب او سينكوب انه راحت بقى بقى حسنها دايخ وممكن توصل للمحارة انه هو فينتنج بقى ويغم عليه وكده دي عموما لأي حد عنده أنيميا طب الحاجات المخصصة بقى للايرون ديفيشنس أنيميا هي اسمها أنجولار تشيلايتس بصوا لو في الصورة أنجولار تشيلايتس يعني الشفايفة من الجناب كده بتلاقيها دايما مشققة متعورة متجرحة زي ما وجود في الصور او بايكا كلمة بايكا يعني لحاجة غريبة يعني عارفين الستات وهي حامل بتكريف يعني بتتوحم الناس بلا عندهم أوليرون ديفيشنس أنيميا بيتوحموا لحاجات غريبة زي مثلا حيث انهم عايزين يأكل طراب عايزين يأكل تلج يمسكوا التلج كده يأكلو فين فبيحس انهم عايزين يعملوا كده بعد كده في حاجة اسمها ألسرز ألسرز بتطلع في الماوس ويه وجعوا قلم شديد في اللج وفي الرجل من تحت طول الوقت هي مش عارفين الميكانيزمة بتاعها اللي يخص الارين ديفيشنس أنيميا بس هي عرض شهير الناس بتشتكي منه يعني ايه السينز والسيمتوم بتاع مريض ايرين ديفيشنس أنيميا دائما بيحس بفتيج عنده بالور بيبان في الشفايفة والكونجنك طيبة وعنده وممكن يجيله بيضوخ ويحس نوها ايه او ممكن يوصل اصلا نوها يغم عليه حاجات بقى مرز بالسفق زي والبايكا والألثار في الماوس والرستلس لج سندروم طيب انا بالحاجات دي شكيت ان المريض بتاع عنده ايرن ديفيشنس اشخص بقى ازاي اعمل الدياجنوز ازاي الدياجنوز بيتم عن طريق الكمبيليت بلات كونت اعملوا صورة الدم كاملة بلاقي فيها ايه بقى بلاقي ان السيرم ايرن قليل منطق الحديد قليل فنسبته في الدم قليل بلاقي السيرم في الريتين قليل في الريتين ده مغزون الحديد في الجسم فلما يبقى حد عنده انيميا نقص حديد فطبيعا المغزون بتاعه بتاع الجسم بتاعه قليل ماشي الترانسفيرين بقى هلاقيه حالي ايه هو الترانسفيرين ده البروتين اللي بيمسك في الحديد ويوصله لحد البون مره عشان يصنع هيماجلوب طب انا دلوقتي الحديد قليل فالبروتين ده كتير مش عارف يمسك في ايه فيش حديد يمسك فيه فنسبته في الدم بتبقى عالي يعني الفيريتين قليل انما الترانسفيرين عالي طيب ايه تي اي بي سي تي اي بي سي معناها Total Iron Binding Capacity يعني قابلية الجسم انه يمسك في الحديد بتزيد بيقولك ان الليفر لما بيلاقي نسبة الحديد قليلة في الجسم بيبدأ يطلع بروتينات كتير اللي هو حلق على كل الحديد الموجود ما تسبش واحدة منهم مش مسكة في بروتينات فبيطلع بروتينات كتيرة في Total Iron Binding Capacity بتزيد في الجسم في حاجة تانية اسمها الام سي في الام سي في اللي هو اللي هو حجم الاربسيز نفسها انا لما الحديد يقل فالهيم هيقل فالهيمجلوبين هيقل والهيمجلوبين ده جزء من الاربسيز فالحجم الاربسيز هتقل هيبقى اقل من تمانية هتبقى مايكروستيك انيميا يعني الاربسيز في العادي لو حجمها كده بتاعة الاربسيز انيميا هيبقى حجمها كده مش بس هي مايكروستيك لأ بتبقى كمان هي مش موجودة في الديتا بس هقول لكم هايبوكروميك طبيعي ان الخلية بتاعة الاربيسيز بتبقى شكلها كده وبيبقى فيها منطقة سنترال كده فتحة عن باقية الخلية الطبيعي ان المنطقة دي بتبقى بتبقى صغيرة شوي ماشي كده طيب مريض بقى بتبقى قولنا اصغر ومش بس اصغر لا ده السنترال بورت بتاعها بيبقى اكبر بتبقى حتة الفتحة بتبقى كبيرة يعني هنا بصوا عاملة ازاي انما هنا عاملة ازاي فتبقى الارين ديفيشنسي انيميا هي مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا قبل بقى ما نقول التريتمنت عايزين نبص سريعا احنا قلنا ايه قلنا ان الارين ديفيشنسي انيميا معناها بسبب الارين ديفيشنسي نقص الحديد وقلنا ان الاربيسيز هو 120 يوم وقلنا النسب بتاع الهيموجلوبين والهيمتوكريت قلنا اهم نقطة في السلايد دي ان البروتين اللي بينقلي الحديد اسمه ترانسفرين وان مغزون الحديد اسمه في الريتين قلنا ان انيميا نقص الحديد هي اشهر انواع الانيميا وكتبع مشهورة قوي في السيردورد كوندرس مش مهم اكتر ناس عرضة هم الناس الريبرودكتف ايه جومان والتشيلدرن والالدري والناس اللي عندهم ايه سيردين كوندرس قلنا اسباب الانيميا وتحت كل كاتيجوري قلنا مثلا يا اما انا باخد كميات قليلة اما عندي مشكلة في الانتصاص كان مال ابزوربت في كوندوشن او سيرجري في الجي او اي تي اللوس لما بيزيد بسبب الهيمولوس او الهيموريج قلنا اشهر انواع الحاجات اللي تعمل هيموريج هي المنسترويشن اصلا الهيموريج هو اشهر حاجة بتعمل الارون ديفيشنسي انيميا وانكريز اليوتاليزيشن في حالات البريجنانسي والجروس ديولوبنت الفاتيج بالور بور كونسنتريشن وبريسينكوب وسينكوب وانجلر شيليتس وبايكا والسر وريستلس لج سندروم بنشخص ازاي حالات الارون ديفيشنسي انيميا ان انا اعمل سي بي سي هلاقي السيرام ايرن قليل والسيرام فريتين قليل طب الترانسفيرين لا هلاقيه عالي والتي اي بي سي ليه توتال ايرن بايندين كاباستي هلاقيه عالية ولاقي الامسي بي اللي هو المين كورباس والفريليام اقل من تمانين وقلنا ان الانيميا دي مايكروسيتك هايبو كروميك ازاي بقى عالج حالة ايرن ديفيشنسي انيميا اول حاجة لازم اعمل ايدنتفاي و تريت زاكوز ازاي انا دوقتي شخصت انه عنده ايرن ديفيشنسي انيميا من التحليل بتاعته لازم بقى ادور على سببها من الاسباب اللي احنا كنا بنتكلم فيها من شوية دي وعالج السبب ده طيب وانا بعالج بقى السبب هسيبه لأ هديله علاج يزبط له الانيميا اللي عنده ويرجعلي المغزوم بتاع الحديد في الجسم تاني ماشي وبعد كده يعني سأشوفه هو اصلا تمام بيستجيب للعلاج والتحليل بتزبط واعراضه بتقل وكده ولا لأ وبعدين اعمل عشان مسلا لا هو مش بيأكل لا هو مسلا فيجن ومش بيأكل لحوم وكده لا ازبط له شوية ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وتمين ميلي جرام حديد في اليوم. بس الدوز دي بتتغير بقى طبعا على حسب الانيميا دي اصلا. وبيقول لك ببدأ بجرعة قليلة وبعد كده باعلم على الوقت بس عشان اتجنب بتاع الايه? بتاع الدواء. هل بتدي له الدواء خلاص? ويتحسن بقى بالاعراض وخلاص? لأ لازم اعمل سي بي سي وسيرم في الريتين بعد سبعين او اربع سنية. وبكمل الاعلاج ده من تلاتة لستة وشهور. ويفضل لستة وشهور. بقول لك الدكتورة حتى اتنين سلايد مش شايفة بصراحة ان هم ليهم اهمية. وهي المهم فيهم اللي انا شايفها يعني ان هي املاح الحديد. عبارة عن ايه? عبارة عن جزء فيه فرس اللي هو حديد. والشق التاني هو اللي مختلف. يعني مثلا في السلايد دي فرس صالفيت. تمام. في السلايد دي فيه. فرس جلوكانيت. فرس فيومي ريت. ماشي? دي اللي هي بتاعتها. هي بقى الجدول فيه مسلا فيه الدوز. مش عارفة هي طالبة منكم الحاجات دي ولا لأ. فاشوفه مطلوب من كوين. آآ بتاع بقى هو عادي بيعمل نوزيا وفوموتينج. بس اهم واشهر حاجة يعني هي الكونيستيبيشن والدارك ستول. الكونيستيبيشن بيقولنا بتديله بديله ملينات عشان الكونيستيبيشن. آآ نقطة بقى الدارك ستول الفكرة فيها ان ممكن اصلا ان انت قاعد في عيادة يجي لك عيان بيشتكي ان هو آآ اللي ستول بتاعه غامل. فانت بتشك ان ده بليدنج مسلا هو اللي عمله ده. فانت بتاخد منه بتعرف ان العيان ده لأ ده كان عنده اصلا اير ديفيشنسي انيميا وكان ماشي على حديد فترة وكده. فمجرد انه بيقولك ان هو كان ماشي على حديد ده بيقولك خلاص بقى ان غالبا الدارك ستول ده سببه الحديد اللي هو بياخده مش سبب بليدنج ولا حاجة فبتبدأ تطمن شوية وبيعمل برضو ايه بلوتينج. ماشي. بعد كده عندي دراج دراج اند دراج فود انتراكشن. يعني لو خدت تأثير الدواء اي دواء تاني على الحديد وتأثير الاكل على الحديد ايه? بصوا. يقولك ان الحديد افضل ميديا لامتصاص بتاعته هي الاسيدك ميديا. الحمضية. ماشي. فاي اكل او اي دواء هيزود لي يعني هيخلي هيقلل الحمضية هيخليه قلوي هيزود الجستريك بي اتش. بشان هيقلل الامتصاص هو طبيعي ان الحديد بيمتص في ميديا حمضية. فاي حاجة هتقللي الحموضة دي. يعني هتزود لي البي اتش. مش هيخليه يمتص كويس. ماشي. يقولك ان الارد كان انترفير وز ازر دراجز. فعشان كده يفضل لنا اديه لوحده. يعني لو لو خدت دواء تاني معايا ممكن الابزوربشن بتاعه ما يبقاش كويس فيفضل لنا اديه لوحده. آآ طيب فود انتراكشن بقى بيه لك ان القهوة والشاي والبيض واللبن والسيريالز والحيات دي بتقلل الابزوربشن بتاع الايرن. فيفضل لو انا باخد ايرن سابليمنتيشن ابعد عن الحيات دي. يبقى هي الدراج دراج والدراج فود انتراكشن ان الايرن بيمتص في اسيدك ميديا. افضل ميديا لي يعني. فعشان كده اي اكل هيقللي الاسيدتي هيقل فيه يعني الابزوربشن بتاع الحديد. وان الادوية التانية بتقلل متصاص الحديد. فيفضل بيقلم صوص الحديد زي الشاي والقهوة والبيض واللبن والسيريالز والحيات دي. فيفضل لانا ايه? ابعد عنها. نيجي بقى لاخر جزء في المحاضرة وهي الكيس. آآ الكيس هنقراها ونعرف واحنا بنقرأ كده آآ الريسك فاكتور اللي عند الحالة. بصوا. آآ موسيس تي سيرتي ايتي اير اولد. هي عندها تماما تلاتين سنة. يعني لسه في بقالها ستة شهور عندها ومينه راجعة. يعني آآ عندها اكسيسف بلود لصف البريود بتاعتها. وانتر منستيروال بليدن معناها ان هي مش في وقت البريود بس بيجي لها نزيف لأ. في وقت بعيدة عن البريود كمان. مشي. آآ كمان تعبانة وهمدانة طول الوقت. بقى المانس بيجي بتاعتها من تمانية لعشر ايام وبيحصل فيها بليدن كرامبز معها كرامبز في واجعة فيها. تمام. يبقى تاني الستة دي عندها تماما وتلاتين سنة. يعني تشتكي من انتر مستيروال بليدنج ومن الراجعة لمدة ست شهور. تمام. البريود بتاعتها اصلا من تمانية لعشر ايام. آآ تمانية لعشر ايام دي فترة طويلة برضو. طيب. الميديكال بتاعها بقى. هي جرافيدة تو بارا تو. يعني حملت مرتين وخليفت مرتين. وبتستخدم نانستيرويدا الانتي انفلاماتوري دراجز. آآ معلومة برضو النانستيرويدا الانتي انفلاماتوري دراجز دي آآ بتقلل لي مش بتقلل بتعمل بليدنج في في الجي اي تين. ماشي? ممكن تعمل ايه بليدنج فيها? آآ يعني عشان هي كانت عندها اصابة في رجبتها للشمال وكانت بتلعب رياضة يعني وتصابت فيها. وفاملي هستري بتاعها نانكر كونتريبيوتر. طب ايه ريسك فاكتور بقى لنستانتكتها? ريسك فاكتور انها في ميل في تمام? وهي عندها طويل لمدة ستة شهور وعندها مينوراجية. تمام? هي دي يعني حملت مرتين وحنا قلنا لو ما عوضتش حديد فيه بيجي لها قلنا برضو ان ده من احد اسباب تمام? الفيزيكال بقى يعني بعد ما خدت منها هيستري بقى عملت وودتها تعمل سي بي سي زي ما قلت. لقيت ايه بقى? طولها خمسة وخمسين انش. خمسة وخمسين انش يعني مية وربعين سانتي. عشان انش اتنين ونص. طيب البلوت بريجر بتاعها مية وتلاتين تمانين هو السيستولي البلوت بريجر عالي شوية. البلس تمانية وتسعين هو النورمال من من ستين لمية وعشرة ماشي حلو. طيب ده بالنسبة اللاب بقى. بصوا بقى همبصوا ايه في اللاب? الهيموجلوبين مالو. الهيموجلوبين قليل واحد تسعين. والهيماتوكريت تسعة وعشرين. فاكرين لما قلنا ان الهيموجلوبين ماشي. ممكن نمشي عالنورمال دي. وممكن نمشي عالنورمال اللي احنا قلناها. في الاول. احنا قلنا ان الهيموجلوبين. اه انه يبقى اقل من مية وتلاتين في الميلز. واقل مية وعشرين في الفيميلز. هنا واحد وتسعين يعني اقل من مية وعشرين. والهيماتوكريت قلنا يبقى اقل في الفيميلز من تنين وتلاتين من 100. وهنا برضو ايه اقل من تمانية وتلاتين من 100. ميشي? manager longtimeeyela. الدتة وتلاتة من عشرة قلي. بصدش قليل يعني بس قليلة. الميوجلوبين قلنا لو اقل من تمانين يبقى دي ايه? مائكروستيك الفريتين اللي هو مغزون الحديد تسعة وسبعة من العشرة ده قليل والايرن برضو تمانية قليل فانا استنتجت ايه ان هي عندها هيموجلوبين قليل وهيماتوكريت قليلة ومش بس كده ده عندها ام سي في قليل ام سي في قليل دي معناها معناها مايكروستيك انيميا طيب والفريتين والايرن قليل يبقى دي ايرن ديفيشنسي انيميا خلاص تمام تمام بقى يعني ايه اللي ممكن يعمل الحاجات اللي عند الست دي تاني اول حاجة ممكن ايعمل لها من يرجي والحاجات دي ممكن برضو يعمل لها من يرجي قلنا ممكن يكون هو سبب اصلا الايرن ديفيشنسي انيميا اللي عندها عشان هي بتاخد فممكن تكون عملت لها جي اي بليدين وحصلت بقى ايرن ديفيشنسي انيميا بسبب ممكن يبقى عندها هو برضو سبب البليدين وسبب اللغبطة اللي في اللاب بتاعها تعمل لها لغبطة في اللاب برضو اللي هو وبيتا سلاسيميا ماينور هكزا وبور دايت بقى هي اصلا ما بتاخدش حديد كفاية فهو اللي ملغبط لها ايه الدنيا طيب احنا طلعناها اصلا وحنا بنقرأ الكيس وهي انها في ميل عشان ماشي وعند كتتحمل مرتين ولونج انطر من ستيروال بليدين ولونج تير موف ناين ستيرويد الانتي انفيناماتور ايه دراجز هو دا اللي دخلها في الارن ديفيشنسي انيميا ماشي بعد كده سلايد بيقول لك هيموجرام هو جايب لي تلاتة انواع من الانيميا بيفرق بينهم بالا بالفروتين والايرن والام سي فيها على الام سي اتشκуют ايرن ديفيشنسي انيميا شرحناها الانيميا اوف كورونيك ديزيز اللي عايزاكو تعرفوا عنها انه هي حد عند Medic في جسمه فحصل أنيميا بسببه بصه كان في حد بيقولها قدامي كده إن فأنا بحاول أخب منها الحديد ماشي فباخد الحديد من الدم أروح ما أخزنا في سورة في الجتيم في الليبر يبقى تاني الأنيميا بقى عندي في جسمي وعندي بكتيريا فأنا بحاول أخب الحديد بتاعي من البكتيريا وبروح أخزنه في الليبر فنسبة الحديد في الدم هتقل ومغزون الحديد هيزيد تمام؟ تمام طيب الفيتامين بي 12 ديفيشنسي كبير قوي بس كل اللي عايزين نعرف عنه ان هو ميكروسيتك أنيميا يعني الانيميا حجمها كبير انما الاتنين اللي فوق الارن ديفيشنسي الانيميا أو الكرونيك دزيز هي ميكروسيتك أنيميا وممكن كمان بتاعة الكرونيك دزيز دي تبقى نورموسيتك اصلاً ما يعني ما فيش تغيير في حجم الاربسيز ولا حاجة معايش نقول تاني كل اللي عايزين نعرفه ان الانيميا أوف كرونيك دزيز هي عبارة عن انيميا أوف كرونيك انفلاميشن عندي انفلاميشن في جسمي وبكتيريا فبحاول أخب الحديد من البكتيريا دي وبخزنه في الليبر فهلاقي ان السيرم ايرن الحديد اللي في الدم قليل بس مغزونه عشان خبيته فيه عالي يعني الفيريتين عالي طب بالنسبة اللي عايزينك تعرفوه عن الفيتامين بي 12 ديفيشنسي إنها ميكروسيتك أنيميا ماشي حجم الاربي سيز كبيرة تمام نبص بقى على الجدو بص دي الانيميا بتاعت ودي الانيميا أوف كرونيك دزيز ودي الفيتامين بي 12 ديفيشنسي ماشي أول حاجة بتاع الانيميا بتاعت احنا قلنا حنعرفين ان الفيريتين فيها قليل عادي والآيرون فيها ايه قليل طب يعني ايه MCV على MCH المCV دي المين كورباصلر فوليام يعني ايه مين كورباصلر فوليام يعني حجم كل خلية من الاربي سيز حجمهم ايه طيب الم سي اتش هي المين كورباصلر هيموجلوبين يعني كمية الهيموجلوبين اللي موجودة في كل خلية من خلية الاربي سيز تمام اعرف برضو الريشيو ده معنى ايه الريشيو ده لو عالي اللي هو الامسي بيه على الامسي اتش معناه مكرو سيتيك مكرو الخلية حجمها كبير طب لو هو قليل لأ ده مايكرو سيتيك الخلية حجمها صغير تمام تمام احنا عارفين بقى ايه عارفين ان الريشيو دي قليلة تمام نمسك بقى الانيميا نقولنا عندي حديد بحاولة خبيه من البكتريا اللي في الجسم فخبيه في المخزون فهلاقي نسبة الحديد في الدم قليلة بس في المخزون عالي منطق الامسي بي على الامسي اتش بقول لك يعني عادي هي اصلا نورموسيتيك انيميا فهي ممكن يبقى نورمال ممكن يقل عادي ما فيش مشكلة طيب اخر نوع بقى هو الفيتامين بي توولف ديفيشنسي انيميا هي كل اللي فيها انها مكروسيتيك انيميا فهلاقي الفيريتين نورمل وهلاقي الارن نورمل بس الامسي بي على الامسي اتش عالي عشان قلنا عالي معناها مكروسيتيك انيميا يارب يكون الجدوى الوضع بس كده تانكيو كده كل الحياة اللي في الداتة ان شاء الله تكون تلمت في المحاضرة يارب تكونوا استخدتوا اشتركوا في القناة